اهلا وسهلا فيكم مجددا ويسعد اوقاتكم ديدان الارض تعتبر من الديدان ذات الفائد العظيم للنباتات وتوصف بانها محاريث طبيعية للتربة من خلال الانفاق اللي بتحفرها داخل التربة ايضا بتزود التربة بالاسمدة الطبيعية من خلال فضلاتها الديدان او ديدان الارض بتنتمي لقبيلة الحلقيات فخلونا نشوف التركيب الجسمي العام للحلقيات اولا من خلال الاسم جسمها مكون ومقسم الى حلقات او عقل بتفصل بينها حواجز وهاي الحلقات او العقل بتكون متشابهة تقريبا تمتلك تجويف جسمي تجويف جسمي حقيقي مملوء بسائل هذا السائل يؤدي وظيفتي النقل ودعم الجسم زي ما كيف ما نعبي بالون بالماء بعطيه نوع من الدعام ننتقل الآن للحديث عن مجموعة اجهزة فيها اول اشي نبدأ بالجهاز الهضمي تمتلك قناة هضمية كاملة تبدأ بالفم ثم البلعوم ثم المريء ثم الحوصلة ثم القانصة بعدين بيجي المعي واخيرا فتحة الشرج هضم الطعام بيصير في القانصة وفي المعي بتم امتصاص الغذاء المهضوم وفي او من خلال فتحة الشرج بتم التخلص من فضلات الطعام ننتقل الآن للحديث عن جهاز الدوران لاحظوا لي جهاز الدوران كيف؟ جهاز الدوران فيها مغلق وبتكون من قلوب محيطة بالمريء ووعائين دمويين رئيسيين أما الآن ننتقل للحديث عن الجهاز العصبي الجهاز العصبي في هاي الديدان بتكون من عقد عصبية بتمثل الدماغ وبامتد منها حبل عصبي بطني أما بالنسبة لجهاز الإخراج فبتكون من زوج من النفريدات في معظم حلقات الجسم هاي النفريدات عبارة عن أنابيب ملتوية بتصفي السائل اللي بملأ التجوية في الجسم من الفضلات النيتروجينية وبعدين بتنقل هاي الفضلات النيتروجينية لخارج الجسم من خلال ثقوب بتفتح على السطح البطني للجسم لكن ماذا عن التنفس في الحلقيات؟ الحلقيات بتتنفس من خلال الجلد نعم؟ آه من خلال الجلد الجلد فيها غني بالشعيرات الدموية وأيضا بيكون بيحافظ على رطوبته من خلال الإفرازات المخاطية الأكسوجين بيذوب في هاي الإفرازات المخاطية وفي الجلد الرطب وبنتقل بعدين للشعيرات الدموية أما بالنسبة للتكاثر فيها فبتتكاثر ديدان الأرض أو الحلقيات تكاثرا جنسيا هيك بنكون نتعرفنا على الخصائص العامة للحلقيات خليكم معنا في اللقاء القادم لنقفز طفزة في تطور وتعقيد الجسم مع قبيلة أخرى إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر